شتاء ساخن في محافظة السليمانية شمالي العراق على وقع احتجاجات شعبية انطلقت منذ ايام في عدة مناطق بالمحافظة بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان السليمانية بشكل خاص وكردستان العراق بشكل عام لا سيما بعد تفشي جائحة كورونا تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام منذ اشهر وسوء الادارة عاملان اساسيان فجران احتجاجات في السليمانية يقول محتجون الاحتجاجات تركزت في مناطق سيد صادق وحلبشة وشمشمال وبيرا ماكرون وكفري وجبهت بالعنف من قبل قوات الامن الكردية ما اسفر عن مقتل شخص واصابة عدد من المحتجين حتى الان وفقا لوكالة رويترز ومصادر طبية في المحافظة في مشهد عده مراقبون امتدادا للحراك الشعبي في اغلب محافظات العراق المطالب بتغيير نظام المحاصصة بعد فشل هذا النظام في توفير الحد الادنى من الخدمات فضلا عن فشله في توفير رواتب الموظفين محتجو السليمانية ركزوا مطالبهم على معرفة مصير الواردات النفطية لكردستان وأوجه صرفها في ظل الحديث عن إبرام السلطات صفقات سرية مع دول مجاورة لتهريب النفط الخام كما وجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديين الحاكمين متهمين إياهم بالفشل في إدارة الأزمات التي يعاني منها كردستان العراق حكومة كردستان العراق تعهدت في وقت سابق من العام الحالي باللجوء إلى الاقتراض لدفع الرواتب بشرط بقاء نظام الاستقطاعات المالية المرفوض شعبيا إلا أن هذه التعهدات لم تنفذ على أرض الواقع منذ المصادقة على قانون الإصلاح في الرابع من شباط الماضي بهدف تحقيق المساواة والعدالة وإيقاف الكسب غير المشروع من الموازنة العامة فضلا عن تقليل النفقات المخصصة للرواتب وإنهاء مزدوجي الرواتب تطورات الأزمة الأخيرة في كردستان العراق تأتي في ظل غياب أي اتفاق حقيقي بين سلطات أربيل وبغداد لمعالجة المشاكل العالقة بين الطرفين لا سيما المالية وسط مطالبات شعبية بإبعاد المواطنين عن دائرة الصراعات السياسية ترجمة نانسي قنقر